الحصول على منزل في تركيا بالنسبة للاجئين السوريين بات ربما ضربا من الخيال كثرة في الطلب ورفض أصحاب المنازل تأجير بيوت للسوريين هكذا عبر سامر عن معانته وهو لاجئ سوري في ولاية غازي عنتاب منذ نحو ست سنوات وعلى الرغم من ندرة العروض وغلائها لا يزال سامر وكثير من السوريين يبحثون عن منزل للإيجار بما يتناسب مع دخلهم ويسمح بتثبيت عنوان إقامتهم في الحي الذي سيقطنون به حديثا أنا حاليا صاحب البيت بده مني سابقا كان 3500 حاليا عاب يقول لي بده 6000 أنا هون بده أنصار لأمر الواقع أما بده أعطي 6000 أو أنه بده يطالع عن البيت وللأسف صاحب البيت عنده الحجج اللي عاب يستغل له أنه بده الزم عاب يجينا بطريقة دبلوماسية أنه والله أنا بده أجوز ابني والله بده أبيع البيت أنت هون يعني بدك تنجبر وتطلب تعطيه مثل ما بده ليش؟ لأني رح تصفها بالشارع وحتى إذا طلعت أنت هون للأسف للأسف عم نتعرض للاستغلاليين السماسرة الدلالين وحتى إذا لقيت بيت للأسف بدي يكون فيه قيد وممكن تكون منطقة محظورة ولله الأمر أحسن الشي حظر عشرات الأحياء من تثبيت الإقامة الجديدة فيها للسوريين هو ما يزيد مأساة الباحثين منهم عن منزل للإيجار الأمر الذي شجع بعض الجشعين من أصحاب العقارات والسماسرة على رفع إيجارات المنازل بنسبة تصل إلى 100% أو ما يزيد بما يخالف القرار الحكومي الذي حدد سقف الزيادة بـ 25% إضافة لتزديد أجرة ثلاثة أو ستة أشهر دفعة واحدة كرا konusunda bazı isterse yerli isterse Suryali yabancıları bir neve kandırarak burada nüfus vardır diye kira sözleşmesini vesairesini tamamlayıp bitirdikten sonra yüksek komisyon aldıktan sonra istediği kirayı tertiplenip وم رأيما الآخرين يحدث وقت الرئيسية بعد الموضوع الموضوع لا حلول تلوح في الأفق على ما يبدو لانتهاء أزمة السكن المتصاعدة في تركيا بالنسبة للسوريين في ظل التضخم الاقتصادي الذي ينعكس على ارتفاع إيجارات المنازل ما يشكل هاجسا كبيرا بالنسبة لهم البحث عن مأوى في تركيا أصبح أمرا متعبا للغاية في ظل تفاقم أزمة إيجارات المنازل هذا العام ليضع اللاجئين السوريين أمام خيارات صعبة قد توقع بهم في شباك ضعاف النفوس الذين يستغلون حاجتهم الماسة للحصول على منزل بس الإبراهيم أوريانت غازي عن تابع